أهلا وسهلا فيكم بقناة أفلام الملكة اليوم رح نحكي عن فيلم اسمه الرافور مريم بس قبل ما نبدأ بتمنى دعمكم للقناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس وإذا عجبكم الفيلم لا تنسوني من اللايك بيبدأ الفيلم بمريم وصديقتها كيندا يلي بلشوا بالتدريس سوا وتعينوا سوا بالمدرسة يلي ساكن فيها خالة مريم نورتان وبتقول مريم لصديقتها إنه بدل ما يستأجروا بيروحوا بيسكنوا عند خالتها وإنه هي قريبة من المدرسة يلي تعينوا فيها وبروحوا لعندها وبترحب خالتها فيهن وبيكون عندها بنت اسمه أمرا وولد معاق اسمه ماساول وبيون بتكون مريم عم تصلي وبتسمع صوت حدا عم يصلي وراها وبعد ما خلصت صلاة بتطلع وما بتلاقي حدا وراها وفجأة بيطلع للرجال بشكل مرعب كتير قدامه فبتخاف مريم كتير وبتنهار وفجأة بتصحى من الكابوس ع صوت الأدان وبتقوم لها تتوضع بس صديقتها بتحس إنه حدا عم يفتح عليها الباب وبتنادي لمريم ولما بتروح لتشوف مين بتشوف خيال غريب قدامه فبتركض وبتتخبى بتاخته وبتسمع مريم وهي عم تصلي صوت غريب فبتطلع وما بتلاقي شي وبعد ما تمرق فترة من قعدتهم عند خالتها بيبين عمريم علامات التعب والقلق فبتسأله صديقتها الشبكي فبتقلها إنه من وقت ما أجولة هون ما عم تعرف تنام ولما بترجع مريم عالبيت بتشوف واحدة غريبة فايتع بيت خالتها فبتلحقها وبتفوت ع مكان غريب وبيتسكر عليها الباب وبتشوف هي الست عم تخبط عالأرض ولما بتسأله مين أنت وشو جعبك لهون بتطلع لها بشكل غريب ومرعب فبيغمع عليها ولما بتصحب بيسألوها شو يلي صار فبتقل لهم ما في شي وإنه كانت عم تتوهم بس بيكون أسلوب بنت خالتها أمرا ونظراتها لمريم وصديقتها غريبة بالذات لما بيقولوا أنه حينتقلوا لبيت تاني وبيشكروا خالتها على استقبالها لقلون فبتتغير ملامح أمرا وبتحاول تتحايل عليهم مشان ما يمشوا بس بيرفضوا وبيقولوا أنه لقوا بيت وحينتقلوا عليه عن قريب بس بتقول أمرا لنورتان أنه حيعرفوا لحالهم كل شي عم يصير وبتتركها وبتمشي وبتتذكر نورتان وبتصير تبكي على أبنه وعلى حالته وبتقول مريم لصديقتها أنه لازم يستقروا ويشوفوا حياتهم بمكان تاني وأنهن مو مرتاحين بالقاعدة عندها وحينتقلوا أول ما يلاقوا مكان منيح بس فجأة بتشوف مريم مسعود من الشباك ماشي قدامه فبترتعب وبتطلع على أساس رايحة على الحمام مشان تشوفه وين رايح وبتستغرب أنه عم يمشي مع أنه مشلول وبتضل عم تمشي ورا بس فجأة بتلاقي حالة عم تتخيل وبترجع على البيت وبتلاقي مسعود بتاخته مثل ما هو ما تحرك بس بتلاقي خالتها قاعدة بالغرفة وقدامها واحدة شكلها بيخوف ولما بتطلع عليها بتلاقي خالتها وراها فبتقلها أنت كيف هون وأنا شفتك جوا وحاملة طفل وفي واحدة بتخوف قدامك بس بتقلها خالتها نورتان إنه ما في حدا وإنه عم تتخيل ولازم ترتاح وبتصير تحلم مريم بصديقتها وهي بشكل مرعب وبتحاول تقتلع ولما بتفيق وبتطلع عليها بتلاقي عم تتصرف بطريقة غريبة بتاخته وبتصير تخبط على الباب وتنادي لخالتها لأنه ما عم يفتح مع الباب وبتقوم كيندا من عتخط وبتصير تتحرك بطريقة غريبة ومخيفة وبتفيق خالتها على صوت عياطة وبتفتح عليهم الباب وبتلاقي صديقتها واقع على الأرض ومهم عليها وبتطلع عليهم إمرة بطريقة غريبة وكأنه عرفان كل اللي عم يصير جوا وبيضلوا مريم وخالتها عم يحاول يفيقوه لحد ما تصحى وما بتكون متذكرة شو اللي صار وتاني يوم وهنين عم يفطروا بتقلهم كيندا إنه شافت كابوس وإنه مو متذكرة شي فبتقلها امرأ إنه طبيعي ما تتذكري شي فبيستغربوا من حكية ومن أسلوب الغريب معن وبروحوا بعدها ع السوق بوصلهم جارهم العم مصطفى وبيسألهم على أحوالهم ببيت خالتها بس فجأة بتشوف مريم حدا عم يمرق قدام السيارة فبيوقفوا لما بتنزل مريم لتشوف ما بتلاقي حدا على الطريق فبتقلهم إنه فكرته كلب وكانه حيخبته مشان هيك خلتهم يوقفوا فبيقلها العم مصطفى إنه ما شاف حدا على الطريق وبيمجو بعدين مسعود بيحس بوجود روح بغرفته وحده ماسكه بطريقة مرعبة وبينهار تماما وبتسأل كيندا مريم كيف توفو أهله فبتقلها إنه ننتحروا بعد ما أوص أبوها أمه وبعدها أوص حاله وإنه خالتها كانت حتاخدها لتربيه عندها بس إنته بترفض وبتربيه عندها فبتعتذر لكيندا إنه سألتها وبتقلها إنه حيضلوا رفقات عطول وبتفيق مريم بالليل عصود تخبيط قوي جاية من برات الغرفة ولما بتقوم وبتروحها غرفة خالتها بتشوف اتنين قاعدين وقدامهم جسة وخالتها وولادها بيتطلعوا عليها بشكل مخيف ومسعود قدامها وعم يتصرف بطريقة غريبة ويأذيها بإيديها وبتفيق مريم من المنام وبتقول لصديقتها إنه كابوس ولما بتطلب كيندا إنه تحكي له شو شافت بترفض مريم تحكي وبتروح مريم لتقابل صديق إليه من أيام الجامعة وبتترك كيندا لحالة معهم بالبيت وبتصير تحكي مريم لفاتح إنه تم تعيينه بالمدينة اللي موجودة فيها خالتها وإنه ما لقيت مكان لتستأجره ومصريهم هي وصديقتها ما كفوهن مشان هيك قاعدوا عند خالتها مؤقتا لحد ما يلاقوا بيت وبتقول له إنه من وقت ما سكنوا هي وصديقتها ببيت خالتها وهنن عم يمروا بفترة سيئة ومخيفة ولما بيسألك كيف يعني فبتقول له أحلام وكوابيس وبشكل خاص الأوهام اللي عم تشوفها وإنه فكرت إنه نفسيتها تعبانة مشان هيك عم تتخيل شغلات غريبة بصديقتها كمان صارت تشوف شغلات غريبة وبتقول له إنه ما حدا بيعرف إنه طلعت لتشوفه مشان تحكي له اللي عم يصير معه وبتطلب منه المساعدة فبيقل له منيح إنك قلتي لي لأنه المدينة اللي هنن فيها مشهورة بالسحر فبتقول له إنه بدي حل وقررت تمشي من بيت خالتها بأقرب وقت فبيقل له إنه الموضوع مو متعلق بالبيت بس وإنه حيحاول يلاقيه لحل وبيقل عليه وبترجع مريم عالبيت وبتلاقي صديقتها كيندع مطعيت بالحمام وبتحس إنه في حدا معه وبيكون في دم كتير على الأرض وعليها ووقت بيفتحوا عليها الباب بتكون منهارة تماما وبتقوله إنه الدم بكل مكان فبيستغربوا بيقولولها ما في شي وبيطلعوها من الحمام وبيبلش فاتح يبحث بموضوع مريم بطريقته وبيلاقي إنه بمشكلة كبيرة وبتقول كيندع لمريم إنه اللي شافته حقيقة وإنه ما عم تكذب وبتصدقها مريم وبتقل له إنه شافت اليوم صديقة فاتح وحكت له عنه عم يصير معهن هن الاتنين وهو حيساعدهم فبتقل له كيندع إنه هالشي بسبب البيت أو بسبب خالتها وولادها وإنه لازم يمشوا من هالمكان بأسرع وقت وبيحس فاتح وهو عم يصلي بصوت جنبه وبشوف نفس الستات اللي بتشوفهن مريم ببيت خالتها فبيتصل بمريم وبيقل له إنه بلشت تتصير معه أمور غريبة نفس اللي عم تصير معه وإنه في سحر قوي كتير وبيقل له إنه حيحاول يحلله هذا الموضوع وحيتصل بجده مشان ما يعمل شي غلط وبيحاول يحل الموضوع معه وبتصير بتظهر عم سعود أعراض سحر غريبة ووحدة مخيفة واقفة فوقه وخالتها وبنتها بيكونوا بيعملوا أعمال سحر بغرفتها وبيقول جده لفاتح إنه معهن جن قوي كتير وما حيختفوا غير لما ياخدوا الشي اللي أجوا من شانه ولازم يكون كتير حزر ولا حتكون نهايته الموت هو واللي معه وبيشوف فاتح على طريق نفس الستات اللي شافهن هو عم يصلي وبيحاول يهرب منهن وفجأة بتحس مريم بوحدة غريبة معه بالغرفة وبتاخدها كيندا وبتقل له إنه لازم يمشوا من المكان فورا وبيهربوا من البيت وهن الماشين بتقل له مريم لكندا إنه فاتح إلا إنه اللي عم يصير معهن ما له علاقة إنه نتركوا البيت أو يضلوا فيه وهن الماشين بيلاقوا بيت مهجور وبيقرروا يفوتوا عليه يعدوا فيه للصبح وبيشعلوا النار وبيحاول فاتح يتصل بمريم ليحزرها بس بتكون نسية موبايلة ببيت خالتها وبتقل له كيندا إنه حيروحوا ياخدوا أوعيون الصبح وكل اللي عم يصير معهن بسبب خالتها وبتحفر خالتها قبر وبتصير أمرة تطلع عليها بنظرات غريبة وبتقل له حفري أكتر وساوي أبر حلو وبتصير تتخانق كيندا مع مريم وبتقل له إنه لو بعدت عنا وما تعرفت عليها ما كان صار معاكل هاد وإنه السبب بيلي عم يصير معه هي وخالتها وإنه حطت بغراضة وترجع عبيت أمه فورا فبتقل له مريم عملي اللي بدك يا وبتروح لتجمع حطب مشان ما تطفي النار بس بيكون في وحدة عم تطلع عليها ولما بترجع ما بتلاقي كيندا موجودة بتسمع أصوات غريبة ومرعبة وشموع شعلة ومصفوفة جنب بعضها بعدين بتلاقي صديقتها جواد صندوق وبتصير طعيات وفجأة بيختفي كل شي من قدامها وبتنهار مريم بس بتستمر بالبحث عن صديقتها لحد ما بتسمع صوتها وهي عم تناديلة وبتصير تقل له مريم يلا مشان نطلع من هون بس بتلاقيها قتلة حالة فبترجع مريم وهي خايفة عبيت خالتها وبتقل له إنه كيندا قتلة حالة وإنه كل اللي عم يصير بسبب البيت بيرن موبايل مريم وبتروح لترد عليه وبتقفل خالتها باب البيت بالمفتاح بعدين بترد مريم على فاتح وبيقلها تتصل بالشرطة وإنه هو جاية فورا بس فجأة مريم بتشوف كيندا قدامها وبيتغير شكلها لشكل مخيف وبتخوف مريم بيصل فاتح على بيتها ولما بيجي ليفوت بيشوف نفس الستات وقفين قدام البيت ومعنعينه يفوت على البيت وبصير فاتح يقرأ قرآن لحد ما يختفوا من قدامه وبتروح مريم لخالتها وولادها وهي منهارة وبتقل له خالتها نورتان إنه استنت هاللحظة بفارغ الصبر مشان تعطيهم يلي أخدته منهم وبتقل له أمرا لمريم إنه أمه وخالتها عملوا سحر بس أمه ما وفت بيوعدها للجن مشان هيك نولدت مريم بالسر ولما ماتت أمه عانت خالتها نورتان من الجن وخلوا ابنها مسعود مشلول وبيربطوا مريم بالكرسي وبيكسر فاتح الباب وبيفوت عالبيت وبصير يقرأ قرآن وبياخد مريم وبيمشي من البيت بس فجأة وهنهم بالطريق بيطلع لهم واحد وبتغتفي مريم من جنبه وصار يدور فاتح عليها ويسمعوا هي عمط عيد لحد ما بيوقعوا بيسحبو الجن على حفرة وبلاقي مريم جنبه وخالتها وولادها فوق وبيضل عميتي عليهم فاتح لحد ما يسكروا عليهم وبيتركوهن وبيمشوا ولهون بتخلص قصة الفيلم واذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد